ونبقى في بيروت أيضا لننتقل إلى دكتور ناجي حايك نائب رئيس التيار الوطني الحر أيضا في تعليق على خطاب أمين عام حزب الله اليوم فكيف يرى الدكتور حايك من وجهة نظره الشخصية وهو الذي كان له سوابق في انتقاد مواقف حزب الله رغم التحالف بين الحزب وتياره السياسي ومن جهة أخرى ما هو موقف التيار كتيار سياسي مما قاله أمين عام حزب الله اليوم دكتور ناجي حايك أهلا بك كيف قرأتم أولا كتيار وطني حر خطاب أمين عام حزب الله الذي قاله اليوم مساء الخير لك ولكل المشاهدين الأكيد أنه خطاب السيد حسن اليوم كان خطاب تهدوي وأكيد كان بعكس ما كان كتير ناس متخوفين أنه يكون خطاب بيدعو إلى الحرب ولا يهدد بالحرب ولا يقول أن حزب الله سيدخل بالحرب نصرة لغزة وهذا شي مصار وهذا شغلة كتير منيحة اللي بيّن من كلام السيد حسن اليوم أنه هو يناصر غزة مثل ما نحن بنحكي الناصر أدبيا يناصرها فعليا وأنه هو ما رح يدخل لبنان بمغامرة لا يتحمد عقبها وأنه هو رح يستعمل سلاحه بس للدفاع عن لبنان مش لشيء آخر هذا كلام كان واضح من السيد حسن اليوم وانت بتعرف أنا بنتأذو كير بس بذات الوقت ما فيني إلا ما أقول له الكلام يعني من كم يوم حضرتك وجهت انتئاد أنه لا يحق لك جر لبنان إلى الحرب ليس قرار الحرب والسلم بيدكن انتو بتاخدونا على الحرب وانتو بتاخدونا على السلم ووقت دائما قيل أن ناجحيك يغرد خارج سرب التيار الوطني الحر رغم أنك صرت هلأ نائب رئيس التيار الوطني الحر يعني صار عندك صفة رسمية بالكلام أبدا أنا رح أحكيك رح أقول لك الكلام واضح التيار الوطني الحر عمل بيانات واضحة بها الخصوص نحن ضد جر لبنان إلى أي معركة يعني نحن ضد إطلاق الصواريخ على إسرائيل من الفصائل الفلسطينية ولا من الناس ما بنعرفهم ولا من الناس اللي بنعرفهم بس نحن متضامنون مع كل لبناني يعتدى عليه من قبل إسرائيل ولا من غير إسرائيل هذا الموضوع واضح نحن ضد فتح الجبهة من لبنان وهذا الكلام طلع ببيانات رسمية للتيار رجاء ما يحملوا التيار أكثر من هيك هذا واضح الكلام ولكن دائما يسأل هل التيار يؤيد أن يسلم حزب الله سلاحه إلى الدولة اللبنانية وإلى الجيش اللبناني أنتم ما بتأيدوا هذا الشيء بلى نحن منؤيد أكيد نحن منطق دائما من كل شيء بكل بياناتنا وبكل موقفنا وبكل سياساتنا منقول نحن ندعو إلى استراتيجية دفاعية تؤمن الدفاع عن لبنان وبالطريقة يلي الاختصاصيين بيشوفوها مناسبة إن بيسلاح مثل على شاكل السلاح المقاومة ولا إن بيسلاح الجيش اللبناني بس ولا مرة قالنا غير هك بالعكس وإذا كان بيصير هالسلاح تحت أمرت الجيش ولا يسلم للجيش نحن منكون مبسوطين ما منكون زعلانين أبدا بس بدنا يكون في اتفاق بين اللبنانيين واتفاق بيحمي لبنان من الاعتداءات إن من الاعتداءات الإسرائيلية ولا من الاعتداءات من غير محل كمان لأنه شفنا اعتداءات كمان من داعش على لبنان لما كلمناك تتكون معنا ببداية الحلقة لتلي بدي وقت لأنه عنا غرفة عمليات نحن عم بتديرة فهذه غرفة العمليات معمولة للظرف الحالي اللي عم بيمر في لبنان والمنطقة ولا علاقة بموضوع داخلي بالتيار لا لا هذي غرفة عمليات لا أسألك سؤال تاني لا من شاء متابعة شؤون وشجون للمواطنين بحال صار حرب تعرف الله هيدا السؤال اللي بدي أسألك هيدا السؤال اللي بدي أسألك بالألفين وستي بالألفين وستي أنتوا أمنتوا بيئة حاضنة لحزب الله عندما نزحت بيئة حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه المناطق اللي موجود فيها التيار فكان التيار عم بيأمن مدارس وعم بيأمن بيوت وعم بيأمن أكل وعم بيأمن كل الأمور اللوجستية لتأمين هذا النزوح اللي صار من المناطق في الجنوب اللبناني اليوم وفي ظل تصريحاتكم وفي ظل شوي كان الخلاف اللي هلأ يمكن رجعت مشي الحال يعني لو جر حزب الله لبنان إلى حرب هل كنتوا مجددا رح تفتحوا مؤسساتكم وبيوتكم ومناطقكم لاستقبال النازحين من بيئة حزب الله أو كنتوا رح تقولولهم أنتوا دخلتوا لبنان بحرب تحملوا أنتوا مسؤولية اللي عاملينه إذا دخلوا لبنان بحرب نحن رح نقللهم أنتوا تحملوا مسؤولية الحرب ولكن بذات الوقت رح تكون بيوتنا مفتوحة لكل اللبنانيين من جميع الطوائف ومين مكان هذه أدبيتنا الوطنية بتربيتنا كطيار وطن الحرب وهيدي أدبيتنا وتربيتنا كمسيحيين وكموارينا أنا شخصيا كماروني من جبل لبنان بيقولك نحن استقبلنا كل اللاجئين يلي إجوا على لبنان ويلي إجوا من 1500 سنة نحن استقبلناهم بالترحاب في منهم حتى تسببوا بضرر للبنان ولكن نحن ما منقدر إلا ما نعمل هيك كل واحد بيقول لي أنا جاي لعندك نحن منفتح له بيتنا وهيك رح يصير من هلأ إلى نهاية الدهر حتى لو كانوا مثل ما أنت اتهمتون أنه أنتوا عم بتجروا لبنان إلى حرب وإلى إبادي أنا لما بيجل عندي نساء وأطفال على مناطقه وبيقول لي أنا بيتي مدمر أنا بستحلو بيتي أكيد هيدا شغلة يعني ما في مننا لبسه ما في حكي فيه الموضوع أنت توصف بالعنصرية تجاه الفلسطينيين نتيجة الحرب الأهلية اللي كانت قائمة باللبنان بيقولوا يمكن أكتر واحد بعده عنصري تجاه الفلسطيني وبيذكر بالحرب الأهلية مع الفلسطيني هو ناجحاك اليوم كيف ينظر ناجحاك إلى وضع الفلسطيني بفلسطين رحل لك أنا بنظر للتاريخ نحن والفلسطينيين يلي كانوا مسلحين وموجودين بلبنان عم يعتدوا على الدولة اللبنانية أنا بذكر بهذا التاريخ وبذكر أنه نحن عمنا أبطال ورجال دافعت عن لبنان ودافعت عنه بقوة وبشراسة هذا تاريخ ماضي ونحن منذكره وما مننساه ولكن نحن حطيناه ورانا نحن بس يكون في قضية بأي محل بالعالم نوقف معه مثل ما وقفنا نحن مثلا مع المظلومين بأرساخ يلي فاتوا عليه من أزربيجان وشحطوهن من أرضهم ودبحوهن كذلك الأمر نوقف مع الشعب الفلسطيني الذي يقتل مع أنه هذا مش يعني نحن لم ندعم حماس ولا منوقف حد حماس ولكن الشعب الفلسطيني هو شعب صار ميت له عشر تلاف واحد برجع بقل لك نحن كالوبنانيين وكمسيئيين بصورة خاصة نحن من صلح لم ندعم حماس ومن صلح أنا ما بوقف حد حماس أنا بوقف حد الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الذي يقتل أنا أبدا حماس ما بتمثلني وحماس ما بعتبر أنه هي عامل إيجابة ولكن بذات الوقت ما فيني إلا ما أوقف مع الشعب الفلسطين دكتور ناجي حايك شكرا لك كنت معنا مباشرة من بيروت نائب رئيس التيار الوطني الحرب بعد ما قلنا لك مبروك على هوا هلأ أول مرة عام نقل لك مبروك على مركزك جديد وإن شاء الله دكتور الله دايما سقفة دايما سقفة عالي استاذ استاذ دايما نقول حقيقة أنا بصراحة هو كلام حقيقي أنا بصراحة تفجأت لما قالوا لي أنه دكتور ناجي صار نائب رئيس التيار الوطني الحر أول سؤال سألتني قلتلون جبران بسيلي بيحملوا قالوا لي يصفل هو هكيد جبران بسيلي قلتلون يصفل هو صديق وهو لقيس التيار الوطني الحر وهذا ما في منه ما في جدل في الموضوع شكرا شكرا لك دكتور ناجي حايق نائب رئيس التيار الوطني الحر